مشكلة كل بيت فردة شرابات الضيعة وكمان الشرابات المطوعة بتبقى موجودة عندنا في البيت ماشي بنبقى عافية نستخدمها في ايه ولا نعمل بها ايه تعالوا النهاردة نشوف مع بعض افكار حلوة جدا وكمان عملية هنجيب فردة شراب ضيعة الفردة التانية يعني ضيعة وهي دي اللي موجودة فهنبتدي ان احنا نعمل منها فكرة حلوة قبل استخدمت كده الشراب زي ما هو كامل بس بدأت ان انا افصل الجزء اللي مقفول عندي في الشراب من فوق وكمان الجزء اللي من ناحية التانية تمام كده هساويها بقى منع الحرف وبعد كده هبتدي ان انا افتح الشراب بالشكل ده كده من الطول بعد ما بساوي بس العرض الاول ويبقى مظبوط عندي كويس اوي هاجي من عند الجنب كده وبفتحها باستخدام المقص بس ببتدي ان انا ازبطها الاول وطبعا جوه بيبقى فيه زي فتل كده فهبتدي ان انا اعدي المقص وابتدي اقصها بقيت عندي مفروضة كده فرد الشراب دي مش كبيرة كمان دي حتمها صغير فردة تاني برضو الفردة التانية مش لقيناها فاني بتيدي برضو ان احنا نقص الجزء اللي هو مقفول في الشراب عندي وبردو من الناحية التانية وبساويها وابتح الشراب برضو من الجنب استخدم بعد كده مسدس الشام وهبتدي ان انا اثبت الجزئين او الشرابين اللي احنا فتحناهم دول مع بعض هي يعني نفس المقاس خليناهم نفس المقاس حتى لو يعني عندك فردة مختلفة عن فردة تانية في الحاج نبتزي ان احنا نخليهم بنفس المقاس بصور سبتهم بالشكل ده كده مع بعض منع الطرف باستخدام الشمع وبعد كده لو في عندي اي زيادات بابتزي ان انا قصة هستخدم بعد كده كيس بلاستيك كيس من اكيس المشتريات اللي هو الاكيس اللي بيكون تقيله شوية دي وهبتزي ان انا اسبت الشراب او الجزء اللي احنا خدناه ده من الشراب على الكيس تستخدم الشمع برضو بوجه الشمع على القماش عشان البلاستيك دايما بيبقى ضعيف يعني مش بيستحمل الشمع اوي هبتزي كده ان انا اسبت الجزء اللي احنا خدناه من الشراب ده مع البلاستيك زي ما احنا شايفين كده بغلفه كويس اوي بعد كده هبتزي ان انا اقص الزيادات وبردو هغلف الناحية التانية بنفس الشكل بياخد كده جزء من البلاستيك على قده زودتي شوية يعني حاجة بسيطة وبعد كده هبتزي ان انا اسبت منع الحواف بس يعني مش لازم ان احنا نحط الشمع كمان من جوه يضب بس على الحواف نسبت بس البلاستيك مع الجزء اللي اخدناه من الشراب هيكون عندي بالشكل ده كده زيادات من البلاستيك ببتزي اتنيه على الناحية التانية هتدي معي شكل اخلى كمان وبعد كده هبتزي ان انا استخدم هنا اسكوتش بيقى موجود في محلات ادوات الخياطة بيبقى عبارة عن جزءين كده بيثبطوا مع بعض هياخد كده جزء واحد وابتزي ان احط عليه شمع وبسبتوا بالشكل ده كده على نحية او على جنب واحد من الطرف بقى اللي ببقى على نحية التانية وببتزي ان انا اسبت الجزء التاني من السكوتش على الطرف التاني زي ما احنا شايفين كده هيبقوا مقابلين مع بعض هنشوفهم دلوقت باستخدم بعد كده جبير او ضنطل بس سبتوا كده على الطرف فادي معينا شكل احلي باستخدم من ضنطل وابتزين بس الثلاث جوانب اللي عندي الجنب الروقع ده موجود في السكوتش فادي هزيبوه زي ما هو هيبقى عندي بالشكل ده هنستخدمها بقى دلوقت في ايه هنستخدمها بساكة او شكل كده ديكور حلوة للياد بتاعت التلاجة هتبدأ ان تتسبتيها تفتحيها وتقفليها بكل سهولة هتحمي طبعا الجزء ده تبقى دايما ايدينا مش نظيفة وبنبطر ان احنا نفتح الباب بتاع التلاجة او الفريزر وده هتحفظ عليها اكثر فكرة حلوة جدا وكمان بسيطة وعملية وتقدر تنفذيها بكل سهولة متعودين دايما لما بيكون عندنا ازايز ده وفضية وبنرميها بعد ما بتخلص هنفتدي ان احنا نستخدمها فكرة النهاردة فكرة حلوة قوي وكمان بسيطة هنستخدم كده ازايز الده ونخسلها كويس جدا نشيل الستيكر اللي عليها وكمان شلت الجزء البلاستيك اللي بيكون تحت الغطة ده هبتدي بعد كده ان انا استخدم غيرة هنستخدم غيرة اوكي بيبقى موجودة عند الموين بيدي معانا نتيجة حلوة قد هنجيب بقى ثلاث الشرابات اللي بتكون ضايعة الفردة بتاعتها مش لقينها او الشراب مقطوع هنبتدي ان احنا ناخد كمية كده من الغيرة بحط عليها شوية مية يعني مثلا لو هنحط المعلقتين من الغيرة هنبتدي ان احنا نحط معاهم معلقة واحدة من المية هادي معانا صمك الزبادي هبتدي ان انا بقى اقص الشراب زي ما احنا شايفين كده قصيته من تحت من الجزء المقفول وبعد كده زي ما احنا شايفين خدت برضو الزاست الدواء وبدأت ان انا ادهنها باستخدام الغيرة بقى عندي بالشكل ده كده الشراب كله متشبع بالغيرة دي اهم حاجة واهم خطوة عشان تدي معانا نبتيجة حلوة بدأت ان انا اثبت بالشكل ده كده الشراب على ازاز الدواء زي ما احنا شايفين وبدأت ان انا اعمل شكل كشكشا حجم الشراب اللي عندي كبير شوية هنشوف دلوقتي احنا هنكملها ازاي بس هاجي بقى عند الزازة التانية الزازة دي حجمها اصغر شوية وهنا هستخدم فردة شراب هنكون حجمها قليلا هستخدمها مقفولة زي ما هي ونشوف نتيجة دي ونتيجة دي وانت تقداري تنفذي الطريقة الاسهل هبتدي كده ان انا اشبع شراب كله بالغراء وبعد كده هبتدي ان انا ادخل ازاز الدواء جوه الشراب طبعا احنا ده هنها كويس جدا برضو بطبقة غراء لتكون كويسة زي ما اتفقنا كمية الغراء هنا هي اللي هتدي معي هنا نتيجة كون كويسة يعني لو اديت غراء كويس او بكمية كويسة هتدي معي هنا نتيجة حلوة طبعا لو قلنا مش هيبقى الشكل مصبوط معي بدأت كده ان انا اكشكش زي ما احنا شايفين الشراب على الازازة وبعد كده هبتدي برضو ان انا الاجزاء اللي مش وقت غير عندي ببتدي ان انا ادهنها بالغراء استخدمت ايضايا عادي جدا هو طبعا الغراء بيتغسل عادي بالمية فبينضف بسهول هبتدي كده ان انا ايجي عند الجزء اللي فوق وهستخدم جزء صغير من الخيط وهعمل رفة كده يكون كويسة عشان تحدد معي الشكل شكل الدوران اللي احنا شايفينه ده بعد كده هقص الزيادة اللي موجودة في الخيط هبتدي بقى ان انا اكشكش الشكل ده هنحاول ان احنا نزبطه زي ما احنا عايزين الشكل معينا يطلع في الاخر هيكون عاملة زي دي بقى الازازة التانية كده بدأت ان انا برضو اساوي الجزء اللي من فوق وهربطه برضو كويس قوي باستخدام جزء صغير من الخيط هيجي برضو عند الجزء اللي من تحت وهربطه كويس جدا بالخيط عشان يثبت معي الطرف بتاع الشراب من فوق وكمان من تحت واقدر كمان ان انا اكشف الشكل الشراب يكون مضبوط معي زي ما احنا شايفين كده هبتدي بقى ان انا اسيبها تان شف كويس قوي كده سبتها يوم وبعد كده هبتدي بقى ان انا استخدم هنا لسبيل اسود ورشهم لسبيل ممكن نديها طبقتين عشان تبدي معي نتيجة حالو هبتدي بعد كده ان انا قص زيادة الخيط اللي موجودة وبعد كده هستخدم من متلك او صفت الدهبي استخدمناه مع بعض كتير قوي بس هنا عايزين نكسر اللون الاسود بلون تاني يكون شكله حلو فهنبتدي هنا نستخدم لون الدهبي ممكن طبعا تستخدم ياسبري وعلى فكرة العلبة دي مش غالية برضو سعرها حوالي 30 جنيه وتريبها من فترة كبيرة ممكن سنة او اكتر كمان واستخدمتها بقعادة تدوير حاجات كتير قوي الخامات والحاجات دي بتبقى سعرها مختلف من مكان لمكان وطبعا دلوقتي الاسعار غيرت شوية بدأت كده ان انا ادي طبقه على الجزء الكاشكشة اللي احنا عملناه بالشراب في اول ازاز الدواء وبردو الازازة التانية بنفس الطريقة كده استخدمت هنا سفنجة ومشيت كده بشكل طبقه بسيط عشان يدي معي نتيجة حاجة هكمل زي ما احنا شايفين كده الازازة كلها لحد الاخر وبعد كده هسيبها تنشف مش تاخد وقت ممكن تاخد معاك بس حوالي 10 دقيقة او روبها ساعة ممكن تسيبيها ساعة عشان تنشف محيك كويس اول استخدم بعد كده جزء صغير من خيط الخيش واستخدم كمان الولي الكامل وببتدي ان انا عادي طرف الخيط من القرزة بعديها كده وبعد كده ببتدي ان انا اربط ربطة من عالطرف عشان تسبت معي من طرف كويس اول هيجي بقى من عند الجزء اللي هو من فوق مكان ما كنا مسبتين الخيط الاول قبل ما نرش الازازة وببتدي ان انا اعمل شكل في يونك كده يكون حلو وببتدي اثبتها بعدي الخيط بعد كده وببتدي ان انا احدد بس المقاس اللي انا عايزي طبعا انا مش عايزة يبقى في ربطات كتير فخليت بس يدوب شكل في يونك كده بسيط قوي هتدي معي منظر حلو انا عايزة شكل الازازة نفسه او الشراب اللي احنا ثبتناه على الازازة هو اللي يكون يعني ملفت وباهم معنا قط بحدد الاول الطول اللي انا عايزي وبعد كده هستخدم خرزة من اللولي الكامل زي ما احنا شايتين كده اللي احنا استخدمناها في الطرف الاول وبعد كده هستخدمنا نعديها من طرف الخيط من الناحية الثانية وورده بعمل ربطة كده بسيطة بحدد كده لالطول اللي انا عايزيه وبعد كده بقص زيادة ده كده شكلها النهائي بيكون حلو قري ممكن نستخدمه اكتر من استخدام ممكن نستخدمه كشام عدان ونقدر كمان ان احنا نستخدمه كبازة ورد بشكل بسيط ممكن تستخدميها زي ما هي من غير ما تحطي فيها اي حاجة شكلها كمان جميل جدا على الطبيعة الكاميرا كمان ظلمات با اضاري كمان تستخدمي بدل ازاز الده و ازاز الحاجة السقعة تستخدمي نفس الخمات ونفس الخطوات هتدي معيك بردو نتيجة حلوة جدا دي بردو فردة شراب كده الواحدة هتعالوا نعمل بيها فكر حيوة قوي وكمان تنفع مشروع هنبتدي ان احنا نستخدم كده فردة شراب زي ما احنا شايفين حتى هيحجمها سوية فدات ان انا قصي كده الشراب بالشكل ده من النص وهيجي عند الجزء اللي هو الشراب من تحت وببتدي ان انا افتح فتحة كده تبقى حوالي 3 سنتي هاجيبنا عند الجزء اللي من تحت وببتدي ان انا قصي كده شكل زاوية او دوران بسيط الجزء اللي انا خدته من الشراب من فوق هستخدم هنا الابع والخيط وهبتدي ان انا اقفل الجزء ده باستخدام الابع والخيط طبعا خيطتها على الضهر وبعد كده هبتدي ان انا قلبها على الوش هيجي بقى عند الجزء التاني من الشراب هبتدي برضو ان انا قلبه على الضهر وببتدي ان انا اقفل الجزء اللي انا فتحته ده بقفله باستخدام الابع والخيط زي ما احنا شايفين كده ببتدي بقى ان انا قلبه على الوش زي ما احنا شايفين بعد كده هستخدم جزء تاني من شراب قديم وبردو هبتدي ان انا استخدم الابع والخيط وعلى الظهر كده ببتدي ان انا اخيط جنب واحد من الجزء ده وببتدي ان انا اربطه كده رفضة تكون قويسة وبقليبه بقى على الناحية الثانية استخدم بعد كده فايبر او قطنو ممكن بوايا اوميش وهيجي كده ان انا اعبي الجزء ده كله باستخدام الفايبر وهيجي من عند الطرف وببتدي ان انا اقفله باستخدام الايبر والفيف هيبقى عندي بشكل دايرة زي ما احنا شايفين كده والجزء ده من الشراب فيه بصمات كده من على جنب مش هبين معنا بعد كده وببتدي برضو ان انا ايجي عندي الجزء اللي خدناه من الشراب من تحت وببتدي ان انا اقملي برضو باستخدام الفايبر زي ما اتفقنا ممكن تستخدمي اصائص قماش مافيش اي مشكلة متوقفيش نفسك يعني على حاجة فدأت ان انا اقملي الجزء ده كله كده باستخدام الفايبر وهستخدم هنا الايبر والخيط وببتدي ان انا اقفل الجزء ده كويس او ممكن هنا تشوفوا الخطوات سريعة شوية بس هي سهلة يعني وبسيطة فحبيت ان انت تخلي الخطوات اهلة من كده او ابطأ هننجي في الاعدادات من على جنب ومن فوق علامة الترسي كده واختري سرعة الفيديو وفليها قد بس مش حبة ان الفيديو يكون طويل وممل بدأت كده ان انا اخيط الجزء اللي هو في الشراب من تحت تقفلته قويس اوي وهيجيب بقى الدايرة اللي احنا خدناها من الشراب الاريض وببتدي ان انا اثبتها مع الجزء تاني بخيطها كويس جدا عشان تثبت ما هي وبكون ثبتها يعني ما تبقاش ميلة او بتتحرك عند الجزء ده كده بسيب مسافة حوالي 2 سنتي وببتدي ان انا اخيط بالشكل ده بخيط بيكون اسود ممكن طبعا تستخدمي اي لون مفيش مشكلة بس هنحاول ان احنا نخلي لون يكون واضح مع لون الشراب ببتدي اخيط بالشكل ده بخيط حوالي 3 سنتي او 4 سنتي الشراب ده حجمه صغير مش كبير ببتدي كده ان انا اوصل لحد قبل الرجلي كده بحاجة بسيطة ومن الجنب التاني برده بسيب نفس المسافة من الجنب وابتدي ان انا اخيط برده بنفس الطريق الجزء اللي باقي من الشراب ده هيكون الطائع نبتدي ان نبسها كده في الغوص ونضبط شكلها وهيستخدم جزء صغير خالص من الستان وابتدي ان انا اثبته حوالي ذا فاستخدم بعد كده خرز اسود يكون صغير وابتدي ان انا اخيطه كده عند الجزء اللي هو من قدام بعد كده هبدي ان انا اعدي الفيض زي ما احنا شاهدين كده وبنحاول ان احدد شكل البقر بسطو الخطوات سهلة جدا بس لو حست ان الفيديو سريع فده عشان ما يبقاش الفيديو ممل بس اخد معايا وقت طبعا عشان يطلع قدامكم بالنتيجة دي بدأت كده ان انا اخد جزءين صغيرين من الستان وبدأت اعمل شكل في يونكا وابتدي ان انا اثبتها بالشكل ده بدي معنا شكل احلى وخدت كمان كرة بمبون كده مدورة وبدأت اثبتها في الطائية من فوق وبدأت كده شكله النهائي نقدر ان احنا نفرح ولدنا بطريقة بسيطة وسهلة جدا وعلى فكرة زي ما اتفقنا وقلت لكم في اول الفيديو ان ده ينفع مشروع مربحة الفكرة اللي بعد كده نستخدم فيها فردة شراب تانية بدأت كده ان انا اقص الجزء اللي هو من تحت بتاع الشراب وخدت من الفيبر والفايبر ده بقى موجود مثلا عندك او ممكن تستخدمي قطن وباوية قماش افتقديم الحاجة اللي هو موجودة عندك بدأت ان انا املأ الشراب بالفايبر وبعد كده هيجي من عند الجزء اللي هو من الطفل وقفل قوية جدا بالابرة والخير هيجي من عند النص وابتطين ان اعدي الابرة والخير بالشكل ده وبمشي كده مسافة حوالي اثنين سنتي وابتطين اعمل زي غرس كده بسيطة كده اسمتها الاول الاربعة وبعد كده كل جزء عني ببتطين ان انا اسمه الاثنين اشد الابرة كده قوية جدا منه النص وبعد كده ببتطين ان اقسم الجزء اللي انا عايزي وزي ما احنا شايفين احنا هنا بنستخدم بس يدوب الابرة والخير لو في جزء ازياد من جزء ان احنا نزبطه وبعد كده ببتطين ان انا اسمت الخير كده من تحت عشان ما يكونش باين معي وهبتطين استخدم كده شكل بسيط بيكون مثلا باقي عندك منطقة قديمة ولا حاجة هنبتطين نسبتها في النص وهستخدم كده فرعين من الورد الاخضر وهبتطين اثبتها مع الحاف هستخدمها بشكل ده كده كده اشياء للدبابيس دبابيس طرح يعني وممكن الابر بتاعت الخيوطة حلوة جدا ونشيل معاك هستخدم فيها علبة تانية من حمام الكريم هبتطين اشيل الاستيقر الموجود على العلبة وباستخدم كمان فردة شراب قديمة وهبتطين ان انا ادخل علبة كلها جول شراب الشراب ده وسع شوية فهنبتطين ان احنا نغلف العلبة كويس جدا بيه هبتطين اثبت كده اضاف الشراب من فوق على العلبة لاستخدم الشراب سيشبت الموجود سيشبتها كويس جدا وبعد كده هي منذ زيادات مجادة وبعد كده هيزعم زيادات من الجزء اللي من تحت وباستخدم العلبة كلها كويس جدا باستخدام الشراب وبعد كده ستأكسيب مسايفة من تحت حوالي اثنين سنتي وبفديت ان اثبت الجزء ده على ضهر العلبة وبغليفها كويس بعد كده قمش الجوح سستخدم هنا لون البيش ثبت ان احدى شكا على القمش قص واحدة كمان بنفس المقاس وبثبتهم الاثنين في اوضع ونفس هذا الشكل تبعد ونقص واحدة كمان وبستطع في العلبة المضح أسبتهم من تحت مقطة شمعة فقط وبسيطة وبستطع في المض brof ن Risk وهبطي انا اعمل يد في هذا الشكل وسيصفيها وهس في الكون على اللون الأخضر الموجود في الشراب وهنشوف دلوقتي شكلها يختلف ازي ساستخدم بعد كده عيون بلاستيك وهبطي انا اثبتها بالشكل على الجزء اللي من فوق في العلبة وهستخدم هنا من الفوم الأحمر وأستخدم كده هيبقى شكل البقء بتاع الدبتو حلوة جدا وفكرتها بسيطة وكمان كيوت هنبتدي ان احنا استخدمها كمنظم للالوان والاستخدم فيها فرد الشرابات دي فردة حلوة جدا وكمان عملية هنستخدم هنا المساحة البلاستيك وهنبتدي نشيل منها الغيار طبعا غير ده احنا بفوق كده مع التنظيف هنبتدي ان احنا نثبت على الطرف من ناحية واحدة فردة شراب ومن ناحية التانية فردة كمان ونستخدمها بقى التنظيف هتنظف معاك حلوة جدا وكمان ممكن ان انت تفكيها بكل سهولة وتخسلي بقى الجزء ده وتبدأ ان انت تستخدمي تانية الفكرة اللي بعد كده هنستخدم فيها برضه وفردة الشرابات القديمة هنبتدي ان احنا نجمع اكتر من فردة كده مع بعض طريقة دي انا هنا جمعت ثلاث ثلاث من الشرابات وبدأت ان نمتنيهم كده من على الطرف وعرفوهم بالشكل ده كده مع بعض بشكل رول من كل مكان الحجم اصغر كل مكان احسن ثلاث من فردة الشراب تاني هنستخدم هنا اللون الورنج او اللون البرتقوني وابتدي ان ادخل الجزء اللي انا عملته من الشرابات ده مع بعض بالشكل ده جوه الشراب البرتقوني فاثبتهم كده من فوق بنقطة شمع ممكن يلا تستخدمي الابراء والفيد برضو وبدأ ان تتثبتيهم من جوه هاجي برضو من عند الناحية التانية وابتدي ان انا اقص زيادات الموجودة عندي من الشراب وبعد كده ابتدي برضو ان انا اثبت الجزء اللي هو ما اعطاه في ده كله فاثبته بنقطة شمع كده بسيطة وابتدي ان انا ادمع الشراب كله في النص هيبقى عندي زيادات فابتدي ان انا اقصه وبعد كده هستخدم هنا الابراء والخيط فابتدي ان انا اثبت الجزء ده كويس جدا كده عشان يبقى ملومه على بعض وبقى شكل مصموط كل الجزء ده مش هايبين معانا بعد كده ابتدي دلوقتي ان انا استخدم خيط الخيش ممكن نستخدم كمان خيط الصوف فابتدي ان انا اثبته في النص وابتدي اقعد ألي من النحية وابتدي ان اره من aşية اللي است mniej لأنها يكاولي بسيطة وبعد كده ابتدي ان انا قنيبه بشكل عدل بالشري حوالي بشكل داوية ان احنا نعمل شكل تأسليم كده بسيطة ثم نثبت بس الأول الخيط من النص وعند كده نبتدي ان احنا ننفة الخيط ا Bert Treck بعد بعد كده ياіб Зعرف بصود شمع بده حوالين بعضه على شكل داي ومن الجنب سأضع نقطة شمعة بسيطة و سأبتدي أن ألف الخيط فقط نجعل دائرة التي نعملها من خيط الخيط يكون كبيرة قليلاً سيكون بينا معنا وبعد ذلك سأبتدي أن ألف الخيط ثاني ولكن سألفه على جوه كمية شمعة بسيطة و سأبتدي أن ألف الخيط بالشكل هذا لكي يدي معنا في الآخر شكل طبيعي جداً سأستخدم بعد ذلك جزء صغير من الأعواد الخشبية سأبتدي أن أثبته في نص الخيط سأضع الأول كمية شمعة تكون كويسة ثم ألف الخيط بالشكل لكي يغلق معي العودة الخشبية بالشكل هذا بقيت جاهزة معنا بقيت شكل صمرة اليقين استخدمنا فيها الشرابات القديمة وكما يمكنك استخدمي الشراب الأسود وتبدأ أن تستخدمي شكل بتنجان أعملت رول من الشرابات وبدأت أن ألبس الشراب بالشكل هذا من بارع واستخدمت هنا الفوم الأخضر لأعمل شكل الأخضر الذي موجود في البتنجان الفكرة التي سأستخدم فيها فردة شراب قديمة وأبتدي أن أقص الجزء مقفول في الشراب من تحت سأستخدم أي أزازة وهنبتدي أن نغلب الأزازة كلها بالشراب سأثبت الجزء بالشراب مع الجزء بالأزازة من فوق بكمية شامعة تكون كويسة وسأعمل شكل كده يكون منع الطاف يدي شكل معنا في الآخر حالة تمام بالشكل هذا وهنبتدي بعد كده أن أثبت الجزء الشراب من تحت على طرف الأزازة وبالشكل هذا سنغلبنا الأزازة كلها بطريقة سهلة جدا استخدمت جزء صغير من الفوم وبدأت أن أغلب الضغر في الآخر أستخدم خيط الخيش وأستخدم أيضا اللولي الصغير وهنبتدي أن أثبت هذا اللولي في الطف الخيط تمام بالشكل هذا أضع نقطة من الشمع وبدأت أن أثبت طرف الخيط وبعد كده أن أثبت الجزء حوالي الإزازة من فوق وألفتها وأعمل ربطة بسيطة ثم أثبت الجزء كويسة جدا من عند الإزازة من فوق تمام بالشكل هذا ثم أثبت نقطة من الشمع وبدأت أن أثبت الجزء على الشراب ثم أثبت الجزء على الشراب وقصص ذلك ومن نفس الخيط الذي نستخدمه سأستخدمها كفغازة ونستخدمها كفغازة